بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ بثنا المباشر إن شاء الله لحظات ونكون معكم إن شاء الله السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سنكون معكم في البث المباشر السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سنكون معكم في البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا الخوف من التشيع؟ كيف يدعي نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية الحزبية ولكنه يرفض أن يتشيع بعض أبنائه؟ لماذا يصادر حريتهم الفكرية والسياسية؟ ولماذا يتهم كل من تشيع بالعمالة لإيران؟ وأساساً ماذا يعني التشيع هذه الأيام؟ الديمقراطيات العربية المزيرة فتقول كن شيعياً أو وهابياً أو ملحداً ولا تكن شيعية المغرب يتهم إيران والمد الشيعي بتهديد الأمن والاستقرار في البلاد نشرت صحيفة القدس العربي من مراسلها في الرباب التقرير التالي يقول التقرير اتهمت السلطات المغربية إيران والمد الشيعي بتهديد الأمن والاستقرار بالمغرب بعد استقطاب آلاف المغاربة وإثارة الاحتجاجات في مناطق مغربية مختلفة خاصة في منطقة الحسيمة شمال البلاد التي تعرف منذ أشهر موجات من الاحتجاجات الاجتماعية فيما دعت أوساط مغربية إلى حل مشاكل المنطقة بعيداً عن سياسة التخوين وقالت صحيفة الصباح أن وزارة الداخلية المغربية وجهت تقارير تتضمن تحذيراً من انتساس الاستخبارات الشيعية في الأوساط الشعبية وخطورة النفوذ الإيراني بالمغرب ودوره في بعض الاحتجاجات التي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة وقالت الصحيفة أمس أن تقارير كشفت عن حقائق تهدد استقرار المغرب في الوقت الراهن ومستقبلاً حيث أن المد الشيعي استقطب آلاف المغاربة واستوطن مدناً جديدة حتى أن يتواجد في حي سباتة في الدار البيضاء أربعين شيعياً على الأقل يعملون وفق أجندات إيرانية سياسياً وعقائدياً في الوقت الذي بلغ فيه عددهم بمراكش أزيد من ستة آلاف وفي الرباط بالمئات أغلبهم من الأطر العليا وأضافت أن خطورة المد الشيعي تتمثل في لجوئهم إلى التقية لإخفاء معتقداتهم بل يحرصون على الصلاة بالمساجد ويتجنبون الخوض في النقاشات المذهبية أمام الملأ لكنهم ينتظمون في جمعيات وهيئات وأن نوعية معتنقي هذا المذهب في السنين الأخيرة تطورت بشكل كبير منهم أطباء بالبيضاء ومهندسون من الرباط وتجار كبار في مراكش علاوة على مدن طنجة ومكناس طبعا هذا التقرير الذي نشرته صحيفة القدس العربي المحسوبة على قطر الممولة من قطر في الحقيقة فيه تناقض كبير في الوقت الذي تقول أن الموجة متسعة والشيعة منتشرين تقول أنهم يتكتمون ويستخدمون التقية ويصلون في مساجد الناس ولا يأخذون في مسائل يعني عنيفة أو متوترة طيب ما هي المشكلة إذا واحد مثلا اعتقد نظرة تاريخية معينا التشيع في يوم من الأيام كان في يعني تشيع الأهل البيت حب أهل البيت حتى ملوك المغرب هم يعني يعتبرون شيعة في الحقيقة من جذور شيعية وهم جاءوا من منطقة ينبع في الجزيرة العربية وكانوا فلاحين في البداية والفلاحون في المغرب يزرعون النخيل ولا يثمر النخيل كثيرا فاستوردوا بعض الفلاحين لكي يلقحوا هذه الأشجار في المغرب ثم استوطنوا ثم أصبحوا ملوكا والتشيع قبل 1400 سنة كان حول أهل البيت أهل البيت كانوا موجودين وكان يبثلون نظاما سياسيا أو خطا سياسيا معينا في مقابل خط العباسي أو خط الأموي أو الحكومات القائمة الآن الشيع لا يملكونه يعني إماما معينا حتى يلتفوا حوله فمسألة الولاية التي هي أهم قضية كانت أهم قضية خلافية بين الشيع وغيرهم الآن غير موجودة ماذا تبقى من التشيع؟ هو الحب هو العمل ببعض المسائل الفقهية هو بعض المفاهيم الثقافية أما أن نربط التشيع بإيران إيران هل تأتي إلى المغرب لكي تقوض النظام المغربي مثلا أو تشكل بديلا عن النظام هذا إيران يفصلها آلاف الكلمترات بين المغرب وبين إيران فهذه تهمة جاهزة دائما للأنظمة الدكتاتورية المزيفة التي ترتدي أثواب ديمقراطية نرى دائما تتخوف من انتماء بعض أفرادها إلى مثلا مذهب معين طيب ما الديمقراطية تفترض الحرية الفكرية والحرية السياسية واحترام اختيارات الناس وخاصة إذا كانوا ثقافين دكاترا وأطباء ومهندسيين وتجار وطلاب جامعات مثلا فيجب على أي حكومة صادقة في إدعاءها بالديمقراطية أن تحترم إرادة الشعوب حتى إذا أرادوا أن يغيروا المسؤولين الكبار مثلا في البلد لماذا تعتبر مجرد انتماء فكري بسيط هذا تهديد الأمن وتهديد لاستقرار يعني ما أعتقد راح يكون فيه تناقض أو يكون مشكلة يعني طائفية في البلاد إذا بعض الناس اعتنقوا بعض النظرات التاريخية أنه علي بن أبي طالب كان أحق من خلافة من فلان ثم ماذا يعني هذه ليست قضية طبعا بعض الشيعة يعني الذين ينتمون إلى التشييع وهم بعضهم وكثير من عدهم أنهم جذور شيعية في المنطقة والدولة الفاطمية كانت تحكم هذه المنطقة قرون من الزمن وبقايا مثل بقايا أباضية بقايا مالكية بقايا من مذاعب متعددة موجودة في كل البلاد فلماذا نجعل من هذه القضايا قضايا حساسة ونتحسس منها ونشنع على هؤلاء حملات اعتقال والمخابرات المستنفرة حتى سيطر على هؤلاء أو تخاف منهم في المستقبل خوفي يعني غير مكانة بالحقيقة إلا أنه يكون مدعوم من جهات صهيونية مثلا وغربية أنه ترى بأن يتحول إنسان واحد إلى التشييع هذا يعني سوف يهدد وجودها في تلك البلاد وهذا أيضا شيء وهمي يعني مو حقيقي طبعا التشييع كما قلنا أو الشيعة الآن فيهم ناس أقلاء وفيهم ناس يعني مثقفين وغير متعصبين وغير سبابين ولا شتامين ولا لعانين ويمكن بعض الناس متطرفين أيضا اعتقد هو إذا سوى حزب شيعي في المغرب أو في مصر وفتح له حسينية وبدأ مثلا يقيم بعض المراسم هو هذا صار شيعي الشيعي الحقيقي في الحقيقة الآن ليس هو من يعني يعتقد بولاية الإمام علي وينسى واقعه المعاصر الشيعي الحقيقي هو الذي ينخرط في حركة العدل والثورة والتغيير والإصلاح في المجتمع مثل كل الشعوب العربية التي هبت تنادي بالديمقراطية تنادي بالحرية تنادي بالاستقلال تنادي بالعدالة الاجتماعية هذه حركة موجودة في المجتمع وهي حركة حقيقية الشيعي الحقيقي هو الذي ينسجم مع الشعب الذي يذوب في الشعب وليس بالضرورة يرفع شعار معين أو يعود إلى التاريخ ويثير قضايا تاريخية ميتة هناك قضايا بعضة في التشيع قضايا لا يمكن الالتفاف حولها أو أحياء الآن مثلا أهل البيت لا يوجد أهل البيت الآن حتى يلتف الشيع حولهم إنما يوجد جوهر التشيع جوهر التشيع في مقابل الظلم والطغيان هناك ثقافة سادة قرون من الزمن في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ثقافة أموية سميت ثقافة سنية تنادي بالخنوع والخضوع والاستسلام لحكام الظلمة والطواغيت وتقول إن الحاكم كيف ما استولى على السلطة هذا ليس مهما وإذا استولى أو سيطر فيجب تقديم الطاعة له الطاعة المطلقة حتى لو ضرب ظهرك وجلدك وأخذ مالك وسرق الثر الوطنية كلها وباع البلاد ومقدراتها فهذا من حق الحاكم لأنه أصبح حاكم هذه ثقافة سلبية طبعا ثقافة غير إسلامية ثقافة أموية البعض سميها ثقافة سنية هي ليست ما إلا علاقة بسنة رسول الله ولو مغلب فيها ببعض الأحاديث المزورة والموضوعة ونسبتها إلى رسول الله ولكنها تتناقض مع القرآن تتناقض مع جوهر الدين وبالتالي فعامة الشعوب العربية التي تسمى سنية لا تلتزم بهذه الثقافة وتشوفون دائما تصير ثورات وانتفاضات وحركات تطالب بالعدالة تطالب بالديمقراطية إذن فمن الخطأ أن يعتقد بعض الشيعة أنهم متميزين على المجتمع ويقيموا مراسم متميزة وكأن هذا البكاء على أهل البيت أو احتفال بموالدهم أو ذكر قضايا تاريخية يجعل من الإنسان شيعي هذا الفهم خاطئ هذا الفهم خاطئ للتشيوع التشيوع هو إذا أخذنا جوهر التشيوع في قديم الزمان كان حركة ثورية معارضة من أجل الإصلاح في أمة الإسلام كحركة الإمام الحسين مثلا حركة الإمام الحسين لم تكن حركة شيعية حركة إسلامية إنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جدي حركة زيد كذلك ساهم فيها حتى أئمة المسلمين إمام مالك، الإمام زيد وعلماء آخرون شاركوا بهذه الحركة أو حركة محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية فهذه مو مشكلة أن يتميز فقط بالاسم والعنوان ويجعل جمعية شيعية أو كذا لا، أنت نسجم مع الحركة الوطنية الحركة الشعبية وحاول أن تحقق أهداف هذه الحركة الشعبية من جهة أخرى الحكومات الدكتاتورية وحتى المغلفة بالديمقراطية تخشى أي تحرك جماهيري هي عندها أقد عندها مواقف سيئة مثلا ظلم، فساد، استبداد فالجماهير تثور وتتحرك وتنتفذ كما رأينا بهذا التقرير حركات احتجاج طبيعية لأنه في مشاكل مثلا في المجتمع رأساً يتهمون بأن هؤلاء شيعة والشيعة يحركوهم والشيعة مربطين بإيران وإيران تحرك هؤلاء ومحاولة لقمع الحركات الشعبية حسنا في الأنظمة الدكتاتورية نعرف نظام دكتاتوري هو يعلن الاستبداد ويرفض أي حزب وأي حركة وأي صوت جماهيري ولكن الأنظمة التي تدعي أنها ديمقراطية وتكون نحن ديمقراطيون فلا يجوز لها أن تستخدم منطق استبداد دكتاتوري في قمع الحركات الشعبية يجب أن تخضع لإرادة الشعب حتى لو كانوا شيعة أفترض كانوا شيعة هؤلاء يعني ما ألم حقوق ما ألم حريات ما يجب احترامهم أو لأنه شيء إذا أصبح كافر يجب القضاء عليه وقتله واعتقاله وكذا الأجهزة الأمنية من الخطأ تتعامل مع هذه الحركات الشعبية بهذا الأسلوب عليها أن تتعامل بأسلوب ديمقراطي إذا كان النظام ديمقراطي حقا أما إذا كان فقط شعارات زائفة فتلك مسألة أخرى ومن الخطأ أيضا نسبة كل حركة شعبية جماهيرية إلى الدولة بعيدة وراحة البال أن هذه الدولة الفلانية تحرك هؤلاء ومع الأسف بعض المعلقين أيضا على هذا الموضوع الذي وضعته يبررون القمع يبررون الإرهاب يبررون الدكتاتورية يعني خلص هؤلاء شيعة مربوطين بإيران أنت كيف تأكدت كيف حققت كيف عرفت مجرد دعايات أي نظام مثلا نصدق بها بسرعة وتجي تتخذ موقف مضاد لقطاع من الشعب أو حتى الفرد من الشعب ما حق لك أنت تتهمه وتحاكمه وتتخذ موقف سلفي من عنده لأنه النظام اتهمه بكذا وكذا لابد من كليل من التأكد ومن التثبت حتى الآن بسرعة نقع بعض المشايخ اللي يؤدون عقليات دكتاتورية وعقليات وصاية على المجتمع دائما نشوفهم يصرحون أنه كان شيخ القرضاوي مثلا أنه أنت الشيعة أبقوا في مكانكم لا تجون تسوين دعايات في بلادنا وأنت السنة خلوكم في بلادكم لا تروحوا في بلاد الشيعة الآن الواقع يعني الإعلامي والفكري وحرية الفكر مفتوحة أمام الجميع يعني سابقا كان الفكر ينتقل عبر الكتب والحكومات تفرض سيطرتها على الكتب تمنع الكتب من دخول إلى هذا بلد أو ذاك الآن أصبحت الكتب كلها متاحة عبر الانترنت الفيسبوك متاح لدى الجميع والناس كلهم يتناقشون فيه بحرية الفضائيات موجودة تسمع في كل مكان ما تقدر أنت تغلق يعني أسماء الناس وإذهانهم لا تسمعون لهذه الفضائية فضائية موجودة من كل حب وصوب ومن كل لون فأنت ليش عندك حساسية إذا أنت واثق من نفسك وماشي عدل نظامك جيد ديمقراطي شعبي وتلبي متطلبات الشعب فما لازم تخاف من أي حركة حتى لو أعلن الشعب أولائه ولكن هؤلاء المشايخ يعتقدون لا هذا شعب مالكي هذا حنفي طيب الآن نحن نشوف في تموج يعني تموج الأفكار وتموج المذاهب في إيران هناك حركة سنية معروفة في مناطق كثيرة عربية وغير عربية في أسن سنة في إيران وفي ناس يتحولون إلى المذهب السني كذلك في الإراق كذلك في البلاد الشيعية وكذلك في البلاد السنية وناس يتحولون إلى التشييع طبعا من الخطأ التحول يعني في نظري من الخطأ يعني التركيز على النقاط الميتة أو النقاط البائدة في التشييع أو التسنن أنا طبعا قبل 20-30 سنة كنت أعمل في هذا الاتجاه وأدعو إلى تشييع بعض المناطق وتأسيس حركات شيعية مثلا في السودان أو في مصر أو في الجزائر والمغرب ولكن إذا فهمنا جوهر التشييع فهو ليس أنه دعوة الناس إلى اعتناق التشييع على المذهب التقليدي الميت اللي ما بيروح ما بيجوهر إنما الفكر الشيعي طبعا الفكر اللي هو موجود على كل الشعوب الشعوب الحية التي تبحث عن الديمقراطية والعدالة وتثور وشفنا الشعوب في تونس في مصر في مغرب حتى في بلاد كثيرة تحركت وثارت هذه الروح هي المهمة ليس المهم أن يكون واحد يعلن تشييع أو يعلن تسنن طبعا أن واحد يكون وهابي ويكون سني بالمعنى التقليدي أيضا خطأ لأنه راح يكون تكفيري أو راح يكون عنيف أو راح يكون خاضع للحكومات والأنظمة الطاغوتية يجب الاستسلام والخضوع والانقياد لهذه الأنظمة هذه فكرة مضادة للديمقراطية الآن نحن في عصر ديمقراطي لا سنة ولا شيعا الفكر السني والشيعي كانوا عبر عن حركات متصارعة ثورية وأنظمة مستبددة في قديم الزمان قبل 1400 سنة الآن نحن جاوزنا هذا نحن أسمحنا كتلة واحدة شعوب واحدة متحدة وعدنا أنظمة طاغوتية أنظمة ديكتاتورية أنظمة مستبددة أنظمة عميلة تسيطر على بلادنا تنهى بالثروات وتستعبد العباد فهذا سواء كان هذا النظام شيعي أو سني والشعب كان شيعي أو سني المهم يتجاوز الأسماء التاريخية والتسميات التاريخية ويذوب في حركة حية حركة حية تبحث عن العدالة والحرية والديمقراطية والاستقلال الحقيقي والتقدم في كل المجالات فإذن لا معنى للحركات الشيعية الميتة ولا معنى للأنظمة الدكتاتورية أن تستخدم العنف والاستبداد والقمع والإرهاب ولن تستطيع أن تنجح في وقف أي حركة الوسائل الإرهابية لن تستطيع الوقوف أمام أي مد إذا كان هذا حقيقي وجوهري سواء كان شعبي أو كان بلون معين فلماذا إذن الخوف من الحركة الشيعية وتضخيم هذا الخوف بحيث نتخلى عن مبادئنا الديمقراطية ونلجأ إلى وسائل دكتاتورية لكم هاي الشعوب يجب أن نعطي الشعوب حرية الحركة والتفكير والاختيار السياسي بدون وصاية من أحد لا من ملك ولا من رئيس زراع ولا من الماء أو مشايخ أو ما إلا ذلك خلنا نترك الناس الناس بحريتهم الآن والناس يتحركون بهذه الحرية لا ينتظرونها ولا ينتظرون عوامر الملوك ولكذا في كل بلاد تلاحظون هناك تحولات جماهيرية تحولات فكرية والآن هناك موجة حتى إلحادية هل يستطيع أحد أن يقف أمام هذه الموجة بالقمع والإرهاب؟ لا إلا بالفكر بالفكر إذا كان عندنا فكر جيد نقف أمام أي حركة خاطئة سواء كان أي حركة كانت أن نتعلم هذا الثقافة الديمقراطية كما في الغرب الآن مثل واحد يتحول يصير شيعي يصير سني يصير ملحد يصير وهابي بحريته الحكومة واثقة من نفسها ما خايفة من أي تحول ثقافي في البلد طبعا إذا تحول إلى شيء عنف وإرهاب وكذا طبعا تقف أمامه ولكن إذا كان فيه يلجأ للوسائل الديمقراطية في التعبير المظاهرات مثلا أو الاعتصامات أو الحركات العادية التي هي من حقوق كل شعب فيمكن أن تمضي سفنتنا بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر